السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن شهيواتنا ني كان قطر حالكم اليوم واحد الوجبة فاخرة نوعا ما زوينة يعني تغيير على ذاك الشي اللي تعودنا عليه وزوينة لديدة يعني ومتنوعة المميز فيها انها بنصف اقل من نصف دجاجة يعني غير زوج دلورك وكتعطينا واحد الكمية معتبرة يعني هاد الوجبة هذي اللي كتشوفوا راها كفات الخمسة ديال نصف ما شاء الله اه الدجاج في الحقيقة كي طلع فرص بالطرق المعتادة فغدي نحاول نبقى مرة مرة نعمل لكم شي طريقة لمختلفة ولكن ما تاخد شرينة ثاني واحد الكمية كبيرة ديال الدجاج يعني دائما نخدموه على الاقتصادي واللي كي يكفي العائلات المتوسطة اولا غدي ناخد عندي هنا زوج ديال الاوراك ديال الدجاج مخليين من العظم غدي نحط لكم فيديو مستقل غانوري لكم كيفاش تخليو فيه العظام ديال ديال الورك باش تحصلو على هاد الشكل هادا غادي ناخدو المطرقة ديال اللي كان نضربو بها اللحم غادي نبقى نضرب هادك الورك اللي هو محلول وكذلك حتى فوق الفخيض باش باش الحم يطرق يعني باش يولي ليين وارطبو ديال انسيجة تفك يعني ما تبقاش مقاصحة باش حتى الى طيبنا هيجينا ارطب انتو ما كتشوفو انا ضربت ديال الاوراك وكيزيدوا يعني حتى كيوساعوا واحد شوية غير هو واحد النصحة يحاولوا تاخدو شي واحد فيه زجلدة بزف باش يجيكم ساهل باش في اللف يجيكم ساهل غادي تاخدو ديال الاوراك بعد مما تضربوها مزيان غادي تنشفوها بورق المطبخ يعني لازم يكونو ناش فين مزيان غادي نشوفوها من الداخل ومن بره انتو ما كتشوفو ما زال كان نشوف فيها ما خدش يبقى فيها شي سائل هنا عندي واحد شوية ديال الملح شوية ديال المروزية ديال الججج او اي عطرية او الباهرة ديال الججج عندكم عملوها الفلفل الاسود والزنجبيل عملت من هاد الباهرة هادي او لاد العطرية ربع ملعقة من كل حاجة مع شوية ديال الملح غادي نخلطهم وغادي نتبل بهم هاد الاوراك هادي المخلية اللي عندنا يعني غادي نبقى ناخد شوية شوية ورشهم رشهم من الداخل يعني ما غاديش نكتافي غير بالحشو ولكن لا بد نتبلوهم باش جينا فيهم واحد نسمع زوينا غادي نرشهم زيان من الداخل وكل واحد كان نرشو كان نلفو على بعضه باش يعني باش تعطي فيها هاد العطرية هادي تاديك اللي عضية من ذاك ديال الفخيض كان بقى ندخل فيها ديك البلاصة ديالو كان ندخل فيها العطرية لطحت لكم شي الحيمة في حالة الشكل اردوها لداخل هنا يعندي بصيلة متوسطة غادي نحطها في واحد المقيلة ونحطها فوق النار ونضيف عليها تقريبا واحد معلق ديال مزيج من زيت الزيتون وزيت المائدة غادي نبقى نطيح هاد يعني غادي نشحر هاد البصلة هادي وغادي نضيف عليها واحد العلبة متوسطة ديال شامبينيون او الفطر او الماشروم ولكن انا شديتها طحنتها يعني باش ديني في حال هاد الشكل هذا يعني ما كاتبقاش القطع يعني على شكل شرائح صفيتها بطبيعة حلو عصرتها من المقعد باش دارتها في ديك المطحنة اليدوية وللاش يروبوها وكاتبدا 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 تطحنوها هنايا كان بقى نقلبا نقلبا حتى كي يختفيقا على السوائل وكان هزها كان حطها بعيدا على النار غادي نضيف لها هنا عندي ثمانين جرام بالضبط ديال الكفتة ديال العجل او لا ثلاثة المعالق كبار عندي العطرية عندي نصف ملعقة ربع ملعقة صغيرة من كل من الكوركم الملح البابريكا الكسبرة اليابسة الفلفل الأسود ودكشي اللي تبقى لنا من العطرية باش تببلنا وشوية ديال القرفة عموما ان شاء الله هاد التتبيلة غادي تلقاوها في صندوق الوصفة وغادي نضيف واحد تقريبا زوج مع القكبار عمرين مزيان ديال الكسبرة والبقدونس مفرومين غادي نخلط مزيان وهنا يقسمت الحصة لهذا المقدار اللي عندي ديال الحشو لزوج حصص لان عندي زوج الاوراك باش يجيني دكشي متساوي عندما كتلاحظو إلا شي بلاسة لحتها غلا يضافي على اللحم بزاف كانت فوق وكنحطوه في بلاسة حون اللي كتبلي يا خاوية غادي نبدأ نعمر هاد الاوراك هادو غادي تلاحظو الحشو غادي تبقاو تدخلوه في بلاسة العظمة ديال الفخدم مزيان حتى يعاودي وقف العظم يبلي يبلي كم واقف وكأنه فيها فيه العظم الحشو غادي تعمروا مزيان كما أشرت لو كان عندي فيها الجلدة يعني هادو الوراك عندي فيه الجلدة مزيان عادي تبقاو تعمروا مزيان في نفس الوقت كان بقاك نطلع يعني كان عاودي نرد لي الشكل دياله الأصلي يجمعوا في حال هكذا وعاودي غادي تزيدوا تعمروا حاولت نخلي لكم هاد المراحل دياله حشو داك الورك يعني كاملة باش تشوفوا كيفاش يعني باش تعرفوا كيفاش هناك نقول لكم بأنه لو كانت فيه الجلدة كانت غدا تقلب عليه كاملة وغادي تسد حسن وغاية عمار كتر من هكذا لكن تهد القياس ديال العمار الصراحة جامزيا نبدأ طبيعة الحال نعمر الورك الثاني بنفس الطريقة جميل في هاد الحشوه هدي انه هو خاكي تتقبليك الورك من شي جيها ما كتخافيش يخرج لك في أثناء الطياب وعلاش عملت الكفتاة خضرة ما شحرتهاش باش هي لي كتجمع ليا يعني مني كتبضاكها الطيب هي كتبضاكها تجمع ليا دياله الحشوه كتخليها متعماسكة هنا يا كما لاحظو كملت التعمار وبديت كنصد في ذاك الورك اللويل ستستعينو بلي كيوردون او اللاب يعني بالخلد الاسنان او اللاب إلا عندكم الخيط ديال الطبخ ديال المطبخ لي كتلويو به اللحم غادي تلويوه به يعني كاين نرح الطرق أنا هنا غادي نطيب في الكيس ديال الشواء ولكن كاين نطرق أخرين ديال الطبخ يعني إما مصلوق إما في الفرن هكذا كمع الري يعني فكا تلويو عليه حتى الفيلم أليمونتا و البابي أليمينيوم مهم أنا أدرك لكم هاد الطريقة هادي جاتني أنا هادي أفضل وأسهل غادي نبدأ عود نسد هانتو ما كاتشوفو هاتبقا و كاتجبدو بذاك اللي كيوردون بذاك اللي عود السنان و خاكت خرج الحشواء ما تهتموش لأنكم منين غادي تسدوه مزيين غادي تترجعوها من الراس إن شاء الله كما أشرت را غادي نحط لكم فيديو مستقل كيفاش تعملو حتى تخليو العظم دياله رساهل يعني أنا شخصيا كتكتشوف الوصفة عند الأخوات المصريات و كانت كتجيني صعيبة كنقول مع راسي يعني أصعب حاجة هي أنني نخلي العظم من هاد الورك هادا لكن لما عملتها صار حاجتني سهلة بزاف هاتوا معايا الفيديو غادي تحكموا هادا نحاولو نسدوها مزيان من قاع الجوانب كان نبقى هادين شوية بشوية كنسدو تكن سدو الورك كامل إلا بغيتوا تعملو حتى الخيطة البراء مش مشكل يعني واحد البراء غليضة مع واحد الخيطة يكون شوية تهو غليض وغادي تتخيطو به تهو كي يجي مزيان وكي أنا ندرت هنا الأسهل لكي يجيو سهلين هنا باش غادي نرافق هادا هادا غادي نعمل البطاطا خديط البطاطا قطعتها واحد لتقطع شوية غليض غادي نعمل على شاشة الملح وهنايا رقائق رقائق الفلفل الحمر الحار هنا درتها غليضة باش ديني مقادة مع تجاج في الطياب حيث غادي نحطهم في نفس الكيس وهنايا غادي نعمل واحدة رشيشة ديال البقدونس المجفف اه بغيتوا تعملو الزعتار عملو بتعملو فليو اي عشبا مناسبة غيرو كان انا ما بيتش ندير هادا هادا الاعشاب بالخورة باش ما يتغير باش ما يتغير باش مجفف هادا في نفس الطعم يعني مع الفخاد مع الحاجات اللي غاندير هناخديت واحد الكيس ديال الشواء هادا نحط البطاطا هي اللولا هادا نقضها في الكيس وغادي نقض واحد المكان للاوراك وغادي نحط الأوراك وغادي نجيبهم من الجهة التحتانية غا نحطهم يعني ذا كل الجهة اللي مسدودة بليك يغضر هي اللي تكون التحت باش تضمنوا انهم غايتفتحوش لانا يلجت من الفوق غادي يبدأ مع السخونية غايتفتح فهانسو ما كتشوفوك كاجع شكل مساوي منين كنعمروه طبعا هادي تشد الكيس انا هادي هي الطريقة اللي كجيني اسهل وافضل يعني كتشد عليهم كترافقيهم بشي خضر اللي كتبغي وكتخليهم كيطيبوا فنوبة وهادي طبعا الحال غادي نعملوا فتاحات في الكيس باش ما ينفجرش لنا فأثناء الطهي هادي ندخلوا الفران كيوخ تقريبا واحد الخمسة واربعين حسب حجم هذا الفخيدات وحسب نوعية الفرن هادي هادي نعمل واحدة الروز بالنسبة شرقية زوين غادي تاخدوا اطني جراء غا تحطوا فيها واحد البصيلة مشلدة وتقريبا واحد ثلاثة احتار ربعة ديال المعالقة ديال الزيت مع واحد المعالقة كبيرة ديال الزبدة هادا الروز غادي تقولوا انه فيه لدام كتير ولكن ركيجي مزيان هادي نعمل واحد الحبيبات ديال القرنفل مع شوية حبيبات ديال قاعق لا اولا الهيل وغادي نستعرض لكم العطرية وغادي نعمل ورقة ديال سيدناموسا يعني البهارات صحيحة العطرية صحيحة غادي نعملوها وغادي نقليو معاها ديك ديك البصيلة البصيلة مش مجرد غير الطاحت واللي شفافة لا أخصها تحمر كما كتشوفوا في الفيديو وانتو ما كتشوفوا يعني التحمرات هنا غادي نضيف ذاك الروز غسلته 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 احتختفت منه المادة نشوية ورقته تقريبا واحد لعشرين دقيقة وعود قطرته مزيان غادي نفس الطريقة هتعملو هذا الروز العادي غسلوه مزيان وترقدوه هناك تقليوه مزيان حتى يبدأ يبليكم شفاف لابد يتغلف مزيان كل حبة تغلف منه بديك المواد الدهنية نقليه مزيان يعني ماشي غير مجرد نقليه حتى تسمعوا القاعدة تنجرة شورك زلافة ونص زلافة ونص زلافة ونص زلافة ووربعة غير مزيان نصف جمع ضع اذا نقليه أغفق اختياركم أختيارك لتعطير كبس والدجاج والقرفة والفلفل أسود والملح نضيف العطرية نضيف الزبيب نضيف الزبيب نضيف الزبيب السرق نضيف الزهم نضيف الزب نضيف الزبيب السرق أوصف اضافة 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 المطيطة تفجر ودكة الروز وفوق الأوراق هذه الوصفة المصرية يسمى الحمام الكذب ومنين ستروني كيف ستجعل العظيم ستجعل العضية من تحت يبان في حرص وكلها كتبان في حل الحمام معامرة صدقوني الطبق يجيزون بزف 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 مصرية تفجر وكيف ستجعل العضية وكيف ستجعل العضية قطعه وعندما ترون الحشوة يجعل المصرية كثيرا انا لم أعجبت الحشوة نهائيا فهذا الحشوه انا كنت عملها في واحد الوصف اخرى كتجيني يزويونا عندما كتشوفوا بعد ما قطعتوا ما شاء الله ورق واحد شوفوا شحال من قطعك يعطي يعني بالنسبة للناس اللي الاكل ديالهم يعني عادي فحالنا فانا حسيت به يعني قاع وشاط منه اللي غايجيه مثلا يحس بي انه قليل غادي يزيد واحد الورق ثالث ويزيد الكميات يعني يزيد البطاطا وللقات الحاجة اللي غير رفق بها يكترها تغيير جميل تغيير جميل على المعتد